مرحبا بكم رجعنا لكم بوصفة جديدة ان شاء الله تكونوا بخير تمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس يلا بي حمص منها 300 غ نضيف الماء ونسيبه ونتركه من 8 ل 12 ساعة هذا بعد 12 ساعة نغير الماء نضيف مية جديدة نخسر الحمص ونضيف مية جديدة معلقة صغيرة بكم سودا أو بكم بودر نحرك ونتركه على حرارة فوق المتوسطة 45 دقيقة أو حسب ما ينضج الحمص ممكن انتو تفحصوه تفحصو الحبة مثل هيك اذا كانت مثل هيك تكون الحبة مستوية بنصفي الحمص طبعا مية الحمص هي نستخدمها لفتة الحمص ونرفع من الحمص المسلوق على جنب نستخدمه للتزيين بنطحن الحمص هذه المرحلة الأولى بنطحن الحمص طحنه الأولى بنطحنه وهو سخن بكون سهل في الطحم نطحنه جيد نتركه في البراد أو في التلاجة لا يبرد في مسافة ما نعمل أشياء ثانية نعمل الخبوز نعمل اللحم نعمل الشغلة الثانية بكون الحمص برد هو عمليا طريقته كثير كثير سهلة طبعا في أكثر من طريقة لكل واحد عنده طريقته ولكن هذه طريقة القديمة والمختصرة وبدون أي تعاقدات نعمل نعمل الحمص طحن كما ترى هو كريمة ولكن في الطحن الثانية بكون كمان أفضل هؤلاء كلهم 300 جرام حمص ناجف بعد النقع بعد السلق وسير كمية كثير كبيرة ومتضاعفة خلاص هذا كل شيء نتركه في البراد شوية ليبرد هذا الخبوز أي نوع خبوز فينا نستخدم أي نوع خبوز فينا نستخدم الفينو الخبوز البيت أي نوع ويفضل يكون الخبوز بيت يعني على الأقل يكون يعني يعني خبوز جديم يعني قبل يوم يومين مخبوز نعملها زي هيك فتفية صغيرة بعد أن نضيف مية مثل ما أنتم شايفين نضيف مية الحمص طبعا مية الحمص يعني تكون يعني تعرفين خبوز بتشرب المية فتكون مية الحمص المية مبينة المية تكون يعني شوية مباركة لفوق يعني تكون شوية مبين المية هالساس أنه بشربها كلها بشربها يعني ممكن نضيف كمان شوية وشايفين المية تكون مبينة المية هاي المية كلها بشربها ونغطيها ونتركها جانب ونعمل شغلة تانية اللحمة حمرة أي لحمة تحبوها لحمة خروف لحمة أبقار نقطعها صغيرة نضيفها نضيفها زيت على المقلة يفضل زيت زيتون نضيفها زيت نباتي حسب الموجود ونضيف اللحمة نقطعها صغيرة ونضيف شوية ملح ونضيف شوية الفلفل أصمر قليل من الفلفل أصمر هذا كل شي نحركها ثلاث أربع دقائق هيك استوات هيك هيك جاهزة هيك لفترة الحموص اللحمة هلأ اللوز اللوز بنجيب اللوز نضيف عليه ماء ساخن ونتركه أقل شي عشر دقائق ماء ساخن بغلي بعد عشر دقائق نفق لحاله زي ما انتم شايفين نحطه على فوطة تشفط كل الماء الموجود عليه ونحمي الزيت ونحطه بالزيت لازم نكون حذرين اللوز لازم نطلعه قبل ما يحمر بشوية ونطلعه لأنه بكمل الاستوى الخارج برا بكمل استوى برا هذا كل شي وهذا الحموص المرة التانية والأخيرة واذا انتم معنيين في طحينة الحموص طحينة الحموص هي موجودة الرابط تحت بالأسفل للربط إذا انتم تعمل طحينة الحموص هنا عصير لمون عصير لمون عدد اثنين وملح معلقة صغيرة أو حسب الزوق وطحينة تقريبا أقل من كوب طحينة مثل ما حكيت لكم الطحينة موجود الرابط بالأسفل تحت تقريبا لطحينة 150 جرام أنا حطيت والرابط موجود تحت الرابط الطحينة هو سهل كتير ولكن إذا متوفرها جاهزة يفضل لوحد يجيبها جاهزة جاهزة مش مش هتوفر شي نطحنها نجيد هي سهلة كتير كتير سهلة وبسيطة وكتير كتير يعني واجبة يعني يعني دقيلة يعني حلو حلو هذه ممكن لو بتعبوا صحون هذه الكمية بتعمل 15-15 صحين مثل الصحين هذا نضيف حموس اللي احنا رفعناه حموس مسلوق نضيف اللي هو الفلفل مع اللمون هذا الفلفل مخروط مع عصير الليمونة نضيف شوية زيت زتون وهذا كل شي لرمضان هذا اكل كتير حكتير حلو ومميزة ولا عمطو بخير نضيف تلات معالق كبار مليانين حموس معالق طعام ونحرك جيد زيما انتوا شايفين هو يشرب كل الميا حرك جيد ونسكب طبعا الكمية انت بتعملوا هذه الكمية أنا عمتك أنا كمية صغيرة الفتة ممكن تعملوا 3 أشخاص لأربعة الضعف والكمية انتوا حسب الأشخاص الموجودين عنكم هنضيف الحموس الحب المسلوق اللي احنا رفعنا على جنب وبنضيف اللي هو الفلفل المخروط مع الليمونة العصرناها وبنضيف اللحمة المفرومة مقلية بالزيت وبنضيف اللوز ونضيف رشة بقدونس وقليل من زيت الزيتون وصحة والف عافية كل عمته بخير اشتركوا بالقناة شكرا لكم مع السلامة